موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة اخبارية مباشرة تأتيكم من قناة العيون نستهلها كما العادة بالعناوين الرئيسة الخطاب السامي الذي وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين للمسيرة الخضراء يعد بمثابة إعلان عن رؤية جير استراتيجية جديدة من أجل إفريقيا جلالة الملك دعا في الخطاب إلى وضع استراتيجية بحرية من أجل اندماج إفريقي في الفضاء الأطلسية موسيقى وجلالة الملك يعتبر أن المشروع الاستراتيجي لأموب الغاز المغرب نيجيريا مشروع للإندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسية موسيقى وفي النشرة أيضا بالقاقرات إعطاء الانطلاق لتشغيل محطة تحليث مياه البحر وتدشين وحدة تابعة لمجموعة بريد المغرب موسيقى وفي النشرة لاحقا بأس صهرة فنية بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين لعيد المسيرة الخضراء المظفرة موسيقى أهلا بكم ورد تفاصيل وجه صاحب الجلالة الملك محمد النسادس نصره الله مساء الاثنين خطابا ساميا إلى شعبه الوفية بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين للمسيرة الخضراء المظفرة خطاب بحمولة اقتصادية وتنموية كما يعد بمثابة إعلان عن رؤية جيوستراتيجية جديدة من أجل إفريقيا حيث دعا جلالته في هذا الخطاب إلى وضع استراتيجية بحرية من أجل اندماج إفريقي في الفضاء الأطلسي قراءة في مضامن الخطاب مع عيد السرتي الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعين وصفه شابير عزيز في الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك للشعب المغربي بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين للمسيرة الخضراء أكد جلالة الملك أنه وفاء للقسم الخالد لهذه الملحمة الوطنية تتواصل مسيرات التنمية والتحذيث والبناء من أجل تكريم المواطن المغربي وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا وخاصة بالصحراء المغربية هي مسيرة خالدة مكنت المغرب من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة وهنا يؤكد جلالة الملك حرصه على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية الواجهة التي تعد بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا فإن الواجهة الأطلسية يبوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية وكذا هيكلت هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى الفضاء للتواصل الإنساني والتقامل الاقتصادي والإشعاء القاري والدولي لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقالي من الجنوبية وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي ولمواكرة التقدم لاقتصاد والتوسع الحضري التي تعرفه مدن الصحراء المغربية ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها الاقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن المواد الطبيعية في أرض البح ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البح لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهود بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة كما ندعو الاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية تقوم على استثمار مؤهلات كثيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى واجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والسحراوية المغرب بلد مستقر وذي مصداقية يعرف جيدا الرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص والتي تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات رغم مستوى مؤهلاتها البشرية ووفرة مواردها البشرية من هذا المنطلق يؤكد جلالة الملك يعمل المغرب مع الأشقاء في إفريقيا ومع كل الشركاء على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها في إطار التعاون الدولي وهنا يندرج المشروع الاستراتيجي لأمبو بلغاز المغرب نيجيريا ومشروع للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصاد المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي إضافة إلا أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزايد الدول الأوروبية بالطاقة وهو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين بغية توطير الأمن والاستقرار والازدهار المشترك إن المشاكل والثعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والأسكرية فقط بل اعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتمية المشتركة لذلك نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين الدول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي غير أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتأهيل بنيات التحسية لدول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي والمغرب مستعد لوضع بنيات التحسية الطرقية والبينائية والسكاك الحديدية رغم إشارة هذه الدول الشقيقة يمانا بالنبي أن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها وفي المنطقة كلها جلالة الملك استحضر في الخطاب السامي القيم الروحية والوطنية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية في عالم كثير التقلبات مذكرا جلالته بأن المسير الخضراء جسدت هذه القيم العريقة قيم التضحية والوفاء وحب الوطن والتي مكنت المغرب من تحرير أرضه والسكمال سيادته عليها ومؤكدا جلالته أنها منظومة قيم متكاملة مكنت من توطيد المكاسب التي حققها المغرب في مختلف المجالات لا سيما في النهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية وترسيخ مغربيتها على الصعيد الدولي وهي منظومة متكاملة من القيم مكنت من توطيد المكاسب التي حققناها في مختلف المجالات لا سيما في النهوض بتنمية أقاليم الجنوبية وترسيخ مغربيتها على الصعيد الدولي قد اعترفت والحمد لله الأدين والدول بمغربية سهرة وأبرت دول أخرى كثيرة وفاعلة بأن مبادرة لحكم ذاتي الحل وحيد لتسوية هذا النزاع الإقليم المفتاح كما ساهمت خيم التضامن والتعاون الانفتاح التي تميز المغرب من تأزيز دوره ومكانته كفاعل رئيسي وشريك اقتصادي وسياسي موثوق وديم ازداقية على المصر الإقليمي والدولي وخاصة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة شابي العزيز نقتنم مناسبة تقليل هذه الذكرى المجيدة لنجدد التزامنا بقيم مسيرة الخضاء ووفاءنا لخسمها الخالد كما نشيد بالجهود التي تبدلها القوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية والإدارة الترابية وكل القوى الحية داخل الوطن وخارجه في الدفاع الحقوق المشروع للوطن ولا يفوتنا أن نستحضر بكل تقدير وإجلال روح مبدئ المسيرة الخضاء والدنا المناعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه والأرواح الطاهرة لكل شهداء الوطن الأمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقد تقدم عمال جلالة الملك على الأقاليم الجنوبية مراسيم الإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجه جلالة الملك بمناسبة ذكرى الثامنة والأربعين لعيد المسيرة الخضرائي المظفرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقد عبرت عديد الفعاليات المنتخبة والجمعوية عن تثمينها لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي حمل رؤية جديدة لتنمية بهذه الربوع من الملكة كونها بوابة المملكية على إفريقيا في طارين فتاح المملكة على عمقها الإفريقية مضمون الخطابة أربع نقطة والله خمسة لركز عليهم جلالة الملك واحدة منهم ربط بخط بحري تجاري اقتصادي وهذه مهمة جدا ثانيا تنقيب تفكير في التنقيب في الباحر عن موارد البحرية هذا عنه كيف القاز وكيف البطرول ووسط البحر الخيرات ديال البحر وهذا من اللي فيه تكييد المقربية الصحراء بتكييد المقربية الصحراء ذو النقاط كلهم خط ديال القاز اللي دايز على نجيريا وتفكير فيه وخلق له آليات اللي يتمشى بيها مزيان وهذا خط اللي تعود عنده قيمة كبيرة جدا ويربط المقرب بوروبة اللي يعود خط جيد جدا ويربط عنده اقتصاد الورش الكبير الذي أشار له جلالة الملك هو الاهتمام بالساحل الإفريقي وتعبئة وتأهيل البنيات التحتية في موانئنا وبالساحل الإفريقي الدعوة للاهتمام بالمحطات اللوجيستيكية وتحلية مياه البحر عطى نموذج ديال أمبوب الغاز نيجيريا المقربة 23 دولة يعني استقرار البلد البلدان ليس من الاعتماد على المقاربة الأمنية بينما هو على التنمية وعلى الاستثمارات هذا العنصر وهذا الورش اللي تلقوا جلالة الملك وورش دخم ولكن عطى مؤشرات كبيرة تبوأنا على أساس أنه عندنا مكانة خاصة أولا أصبحنا بعد الحصاد الدبلوماسي الكبير اللي عطى المغرب مكانة جدية حقيقية ومسداقية كبيرة مع الأشقاء العرب مع الإخوة الأفارقة مع المنظومة الإقليمية اللي حدان لهم الأوروبيين لا حل لقضية القضية الوطنية إلا سقف الحكم الذاتي هذا تصنيف وهذا ورش واللي بغي أشرع ليه نخرط فيه نخرط فيه لأن العالم أصبح شاهد عليه استبشرنا نحن منتخبي وشباب الأقاليم الجنوبية بهذا الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة لأنه تحدث عن اقتصاد بحري بالأقاليم الجنوبية تحدث كذلك عن تأهيل الواجهة الأطلسية المغربية بما سيعود بالنفع على شباب الأقاليم الجنوبية كذلك هم هذا الخطاب جانب مهم بصفة نائب في البرلمان الإفريقي إذ تحدث عن تأهيل المجال السوسيوسياسي بإفريقيا وبالضبط في دول ساحل حيث أكد جلالته أن لا تأهيل لمجموعة دول ساحل بدون تأهيل البنية التحتية رسائل جد مهمة التي أعلن عنها صاحب جلالة لمن يهمه الأمر ورسائل كذلك مهمة للعالم كله أولا الاعترافات التي حقناها في قضيتنا الوطنية بمغربية الصحراء وكذلك الاعترافات بنجاعة ومستقية الحكم الذاتي وجاء كذلك في خطاب صاحب جلالة إعلان عن عدة مشاريع ضخمة في الساحل محيط الأطلسي في الأقليم الجنوبية من بنية تحتية مهمة التي ستفتح المجال لإستثمارات ضخمة كبيرة خاصة للدول الساحل الإفريقي التي ستكون بوابة بينهم ومن بين القارة الأوروبية التي ستفتح مجال كذلك الدول العربية الشقيقة لإستثمارات وكيف تعرفوا الساكنة الأقليم الجنوبية فرحانة جدا بهذه المشاريع أنا هذا الخطاب أعتبره خطابا تاريخيا ومهم جدا لأنه في الحقيقة المبادرة الطيبة التي شار لها جلالة الملك بما يتعلقوا بهذا الجسر المحيط الأطلسي والذي سيضم ما يزيد على 23 دولة أفريقية والذي في الحقيقة المغرم معني بالدرجة الأولى بهذا الجسر الذي هو والله يوقع في الحقيقة سيستفيد منه المغرب ولكن سيتستفيد منه هذه الأقاليم الجنوبية بحكم على أنه عندنا ما يزيد على 1200 كم من المحيط الأطلسي وسيستفيد منه هذه الدول التي هي 23 دولة من الدول الأفريقية اليوم صاحب الجلالة يؤكد في خطابه على ضرورة الاستثمار في الاقتصاد الأزرق من خلال الميناء المتوسطي للداخل كذلك من خلال الخط الذي يربط المملكة المغربية بنيجيريا نحن كمنتخبين لهذه الجهة نعتزوا بخطاب صاحب الجلالة الذي ما فتأ يؤكد على ضرورة الاستثمار بهذه المناطق العزيزة على كل مغربية ومغربية نشهد كذلك الطفرة النوعية التي عرفتها هذه الأقاليم بعد المسير الخضراء وقبل ذلك في الحقبة الاستعمارية هذا دليل ما يدل على شيء وهو جواب شافي وكافي لكل المناورات التي تحاكد الخطاب المداكي اليوم بمناسبة عن المسير الخضراء هو كان فيه الشق المهم وهو الشق الاستثمارات والمشارع التي دشنا صاحب الجلالة من 2015 شلاح اللي وصلت تقريبا 99% و100% الحمد لله اليوم عدنا لأينا مشوشور شي ينقال له الاستثمار التجارة والسياحة وخاصة في الموانئ وفي المدن الصحراوية اللي كان لقابضة على السياحة البحرية في الصحراوية وهذا اللي انشاء الله هي الاستثمارات اللي يستفع بها ساكنة الأقالب الجنوبية وليستفع بها الدول المجاورة الفرقية للمملكة المغربية وهذا كان من فضل السياس طاحب جلالة صلى الله خطاب جلالة الملك مناسبة للذكرى الثامنة الأربعون العيد المسير الخضراء المضفرة هو خطاب تنمية وخطاب برامج تنموية كبيرة شهدتها الأقالب الجنوبية المملكة والجهات ككل اليوم جلالة الملك تكلم عن الانتصارات الدبلوماسية اللي عرفتها المملكة المغربية في قضيتها الوطنية الأولى واللي كانت دبلوماسية مولوية بامتياز اللي كانت تبين على الرؤية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس النصر الله وأيده إطار قضيتنا الوطنية أيضا تحدث على المملكة المغربية وعمقها الإفريقي من خلال تطوير الجانب الأطلسي المملكة المغربية والدور اللي كيلعبوه الدور المهم في ما هو جوستراتيجي وما هو في تنموي وما هو في تطوير القارة الإفريقية أبان هذا الخطاب من خلال المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية اللي برهنت خلال هذه خمسين سنة في طار التنمية يعني التنمية الحمد لله ظهرت أضافرها بجدية وظهرت أن المملكة الحمد لله قائمة بدورها في هذه الأقاليم كذلك أبان الخطاب أنه يعني الحمد لله عن هذه الأقاليم الجنوبية أصبحت بوابة بوابة للعالم واليومات خطاب جالينة المليك كان متركز على التنمية والاقتصاد في الأقاليم الجنوبية عنها تعطي خاصة تنزاد في التنمية وتزاد في الاقتصاد وتعطي حفزة كبيرة وهذا فضله كامل يرجع أن الأقاليم الجنوبية تجبر تنمية وتجبر الفرصة الشقل للشباب وللنساء واليوم صبحت المسير بناء النماء السلم والسلام واليوم صبح الخطابات صاحب جلال في المناسبة العيد المسيرة ونذكت تعطي أكل لها الخطاب سيدنا الله ينصره بيل كل حد المشارع التي ندارها في الصحراء والمشارع التي ندارها في كل منطقة من المناطق الصحراء ومعدلهم له للصحراء ومؤيد على الحكم الذاتي عاطيه سيدنا الله ينصره لأن الحكم الذاتي أيد عليه هو الحل حد باقي يجي لارضو مرحبا بيه وسهل وحد ما هو باقي يجي لارضو نحن ما عندنا له ما هو نطلب له مولانا الله يهديه أما نحن مع المليك الله ينصره وباطر معاه وذال اللي قال لنا سيدنا عد لنا من الإجازات في الصحراء كافية العيون الحمد لله عادت جنة خضرة وعاد اللي قال عندما وحق يشوف واللي بغي يشوف بوش دور يشوف بوش دور لك الساعة دارو هون عمال في خيمة حنا حاضرين لها وأنا من الناس اللي مشاركة في المسيرة الحمد لله وشفنا الإنجازات اللي دارت في الجريفية هذا الأسبوع كتاب ديال جلالة الملك الليلة بيّن يعني التوجهات اللي خالق وبيّن اللي خالق شنو بيّن أولا بعدها وقبل كل شي عن ما هناك شيء اللي يمكن له يململ وليفكر في سياسة المغرب في الأقاليم الجنوبي نهائيا يعني الأمور مقادة ما شي يتكلم على واحد الميدان وهو أهم شي وهو اللي نتمنى وإن شاء الله الرحمن الرحيم عنا نوصل له بتعليماته هو الاستثمار خاصة في الشواطئ المحيط وأحنا كمدين استبشرنا خيرا بالميناء اللي له ينزادلنا من المشارع لأنه قال عن خاصة المشارع اللي المحيط تعود أولا المواني يعني القطارات اللي قادة تكون يعني رابطة ما بين شمال المملكة إلى إفريقيا يعني نبوب القاز اللي له يجي من نجيريا كذلك هذه يعني مشارع مهمة نموذج تنموي الجديد عرف أشواطا جد متقدمة في المشاريع في نسبة الإنجاز وتطرق جلالة الملك إلى جيل آخر من المشاريع التي هي استثمارات في الأقاليم الجنوبية على الشريط الأطلسي نظر للمكانت الأقاليم الجنوبية في موقعها الاستراتيجي شمال غرب إفريقيا وتقع كذلك في المحيط الأطلسي يعني كنافذة على أمريكا اللاتينية وإفريقيا تطرق كذلك جلالة الملك إلى الأنبوب أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي سيفتح أفاق كبير في التنمية لدول الساحل ودول إفريقية ولهذا فإن الأقاليم الجنوبية الحمد لله تزخر بالازدهار والطمأنينة والمشاريع الكبرى ونحن مجندون وراء جلالة الملك إلى إن شاء الله إلى أن يريث الله الأرض ومنعه وينضم إلينا مباشرة من الداخل سيد سيد أحمد حرمت الله رئيس الجمعية الصحرية تنبيتي المستدامة وتشجيع الاستثمار سيد سيد أحمد مساء الخير سيد سيد أحمد تسمعني سيد سيد أحمد تسمعني يبدو أن هناك مشكلة تقنيا في الاتصال مع الداخل والسيد سيد أحمد حرمت الله وسنعود إليه حال جهوزية الاتصال جلالة الملك محمد السادس كده في خطبه السامي أن المشروع الاستراتيجية لأنبوب الغاز المغرب نيجيريا يعد مشروعا للإندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع ديناميتية تنمية على الشريط الأطلسي مذكرا أن أنبوب الغاز المغرب نيجيريا سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة مذكرا بأنه هو نفس التوجه الذي دفع المغرب لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين بغية توطيد الأمن والاستقرار والإزدهار المشترك تقرير فاتح المين يتوقع خبراء في الطاقة ومتابعون للشأن الاقتصادي أن يكون للأنبوب الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب أثرا كبيرا على اقتصاد أفريقيا لا سيما الدول الواقعة غربي القار في ظل ارتباك امدادات يعد إذن قاطرة لمصار اندماج منطقة غرب أفريقيا وهو يندرج ضمن رؤية ملكية يتجاوز مدها ثلاثين سنة سيساهم في تأسيس تكتل اقتصادي وحد الدول التي يمر عبرها في ظل ما يعرفه العالم من تحديات مرتبطة بالاقتصاد والأمن الطاقي سيعطي دفعة قوية لاقتصادات دول أفريقيا لا سيما الدول الواقعة في غربي القارة كما سيشكل فرصة لرسي صفوفها والدفاع عن مواقفها من موقع قوة وكذا تذويب الخلافات وتغليب المصلحة المشتركة لبلوغ الأمن الطاقي وتقليص نسب البطلة مشروع خط انبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب حظي بحيز هام ضمن خطاب جلالة الملك يوم أمس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة ينطوي المشروع بالفعل على إمكانات كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة لكل من المغرب ونيجيريا مشروع ضخم سيساعد في تفعيل العديد من أهداف التنمية المستدامة والدفع بتقدمها بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقات النظيفة والنمو الاقتصادي والبنية التحتية قاريا وعالميا سيحفز المشروع على انشطة الاقتصادية ويخلق فرص عمل ويدمن امدادات موثوقة للطاقة نيجيريا وبصفتها المنتج البارز للنفط والغاز الطبيعي في أفريقيا تقف على زيادة صادراتها من الطاقة وتنشيط سوق الغاز الطبيعي المحلي لديها وانشاء مكانة مهمة في صناعة الطاقة العالمية عبر المشروع نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا الى المغرب فإسبانيا في نهايتها المطاف يشكل تقدما كبيرا في البنية التحتية للقطاع الطاقي بأفريقيا كما سيسهم في استغلال الامكانات غير المستغلة لغرب أفريقيا باعتبارها مهمة تستدعي إنجازا لا يمكن أن يتم إلا من خلال التعاون وتعزيز الأمن الطاقي بالمنطقة ومن ثم الدفع بعجلة النمو الاقتصادي الإقليمي مشروع المبوب يضم جزءا من خط أنابيب الغاز في غرب أفريقيا ويعبر طريقا ممتدا يبلغ حوال خمسة آلاف كيلومتر أعود إلى ضيفي في الداخل سيد سيد أحمد حرمت الله سيد سيد أحمد مساء خير مساء خير وشكرا على السيد أحمد مرحبا سيد أحمد أكيد أنه خطاب جلالة ملك حفظه الله جدد تأكيد على موصلة تنزيل أوراش الكوبرة التي دشنها ودعا كذلك لتعزيز المكان الأطلسي للأقاليم الجنوبية كيف تابعتم الخطاب الملكي السامي أشكرك على السؤال يعني كما عهدنا جلالته في إطار رؤيته المولوية استباقية في هذا يعني الدكرة 48 ومعهود إنطلاقة البرنامج تنموية الأقاليم الجنوبية 2015 في إطار الدكرة كذلك المساء الخضراء أعطى المشاريع الكبرى المهيكلة لرفع بمكانة الأقاليم الجنوبية في إطار العمق الإفريقي وإنفتاح المملكة وبوابة المملكة على الجانب الإفريقي المميز هذا يعني الخطاب هو رؤية جلالة الملك الاستباقية في إطار المملكة المغربية مفتاح على الشمال وعلاقتها بأوروبا على صعيد الجانب المتوسطي هناك تأكيد جلالته بالرفع من المستوى المهيكل والبنية التحتية للرفع بمكانة الجانب الأطلسي لأنه موقع الأقاليم الجنوبية والمملكة المغربية عموما هو موقع استراتيجي مهم في إطار علاقتها بأوروبا علاقتها بأمريكا وعلاقتها في إطار الرفع بهذه يعني الناحية الأطلسية هناك مشاريع التي تم من انطلاق لها في 2015 في إطار البنان المجتمع والطرق والمشروع المهم والمهيكل في إطار الأقاليم الجنوية المفتاح على العمق الإفريقي هو الميناء الأطلسي للداخلة هذا لبنى في إطار يعني الاستراتيجية الجديدة التي هي تقوية الجانب الأطلسي لتعزيز وتقوية الرابطة الاقتصادية وكذلك الإنسانية بين المملكة المغربية ودول الإفريقية الساحة نعم سيد سيد أحمد حرمت الله يعني على ذكر الواجهتين المتوسطية والأطلسية نعتبر أن الواجهة المتوسطية هي يعني امتداد المغرب نحو أوروبا والواجهة الأطلسية هي امتداد المغرب نحو يعني عمقه الإفريقي وهي كذلك نافذة لنفتاح على أمريكا في نظركم منعكاسات النفعية المنتظرة من هذه الاستراتيجية التي أردها جلالة ملك يعني العكاسها أولا على المملكة المغربية وخصوصا على القالمة الجنوبية لأنه ارتفاع يعني الاستثمارات وكذلك البنية التحتية في القالمة الجنوبية اللي يعطت لانطلاقتها يعني هناك مشاريع مهيكلة كما يصرط أن المناء الأطلسي للداخل يعطي واحد سبغة يعني جديدة لمكانة الأقالمة الجنوبية في إطار التوجه الإفريقي التبادل التجاري العكاسة على الساكنة المحلية في إطار مناصب الشغل العكاسة كذلك على مكانة التطوير المسائل اللوجيستيكية ويعني تعود الأقالم الجنوبية وخصوصا جهة الداخل وهذا مفترق طريق في إطار التبادل التجاري اللي قرابة بإفريقيا وكذلك بأمريكا لكن اللي أكد عليه جلالة الملك هو أنه كذلك لا بد من رفع بالمستوى البنية التحتية بالنسبة للدول الساحل يعني الإفريقي هناك كذلك دعوة جلالته لأنه مكانة المغرب في إطار يعني تطوير البنية التحتية الطرق اللوجيستيك المينات والسيك الحديدية هناك خبرة مغربية رائدة ما عطى عطى جلالة خطاب الملك ومد يد جلالة الملك للدول الإفريقية باش يكون واحد يعني إطار قانوني وتعاون دولي لرفع من مستوى هذه البنية التحتية لدى هذه الدول لكذلك المغرب دائما في إطار شراكته وجلالة الملك أكد عليها أنه أي شراكة لا بد لها من نفع بين المملكة المغربية وشركها الأفارقة وهذا الخطاب ركز على هذا الشيء وقال بأن يعني التقنية المغربية في إطار تسيير وتهيئة المجال لا المجال الساحلي أعطى يعني انفتاح المغرب وكذلك وجود المغرب لتقوية البنية التحتية للدول الأفريقية الساحل وكذلك أنه أكد بأن المبادرة ديال 23 دولة ديال الساحل أنه جاءت في هذا الإطار وفي هذا السياق لرفع من المستوى المعيشي وتمكين التنمية في الساحل لأنه تمكين التنمية في الساحل وتمكين التنمية في المغرب وكذلك رصد في إطار وجهه المشروع العملاق مشروع نيجيريا المغرب الغاز الذي يغير مدل أوروبا يعني هذا سيد دحمد عذرا على المقاطعة سيد دحمد عذرا على المقاطعة الأكيد أنه النظرة الثاقبة والمتبصة لرجالة الملك يعني تجاوزت يعني التنمية على مستوى القادم الجنوبية وبات يفكر في التنمية التي تصل حتى إلى الشركاء الأفارقة على سبيل الذكر الأنبوب بالغاز نيجيريا المغرب الذي سيعود بالنفع على 23 دولة إفريقية طبعا هذا مشروع استراتيجي لهن عكاسات اقتصادية التنموية وسيعود بالنفع على هذه الدول الـ 23 فنظر لكم كيف سيساهم هذا التكامل الاتقائية الاقتصادية في تعزيز ورش التنمية المفتوح داخل المملكة المغربية لكن ما قلنا يعني هذا أكيد يعني اللي يجف يعني في سردكم هو أنه خطاب جلالة الملك كان دائما سباق يعني أي تنمية للأقائم الجنوبية والمملكة على العموم لا بد للإنعكاس على صعيد إفريقي يعني جلالة الملكة أعطى ملامح وعطى مراكائز في إطار استراتيجية الجديدة لتنمية الساحل وتقويته على صعيد المملكة لا بد يكون عنده إنعكاس لا على الشعب المغربي عموما وساكنة الأقائم الجنوبية خصوصا وهذا لا بد من كذلك لكي يكون متكامل وله وقع على الساكنة الإفريقية لا بد من تعزيز وتقوية الجانب الساحلي لهذه 23 دولة كواما معروف بأنه البنية التحتية غير لائقة لهذه البنية الأفريقة وهذا كما قال سيدنا هو أنه داعم لتطوير هذه البنية التحتية لهذه الدول الإفريقية هذا كامل في إطار أن جلالة الملك يرعى مصلحة المغاربة ومصلحة الأفارقة في جل توجيهاته وفي جل استراتيجياته التي يرصدها للمملكة نعم سيد أحمد نرجو أن تتفضل بالبقاء معنا ولنا أعود لك في سياق هذه النشرة وفي إطار الأنشطة المخلدة للذكرى الثامنة والأربعي للمسيرة الخضراء المظفرة أشرف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء وعامل وقليم أو السرد والمدير العام لوكالة العاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقالمي الجنوب على إطاء الانطلاق لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالقرقرات وتدشيل وحدة تابعة لمجموعة بريد المغرب مشاريع ستستهدف تقريب الخدمات لساكنة هذه النقطة الحدودية والمزيد من التفاصيل مع العلي حميميد ومحمد الداس بعد سنتين متواصلتين من الأشغال بمشروع تحلية مياه البحر بالمركز الحدود القرقرات أعطيت الانطلاق لتشغيل هذه المحطة بحضور المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي والمدير العام لوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقالم الجنوب سيد جبران الركلاوي وعامل إقليم أوسرد وشخصيات مدنية وعسكرية ويشمل هذا المشروع الذي بلغت كلفة الإجمالية 30 مليون درهم إنجاز وتجهيز بئر جديد ومحطة لتحلية مياه البحر بقدرة 432 متر مكعب في اليوم وإنشاء خزان عالي بسعة 200 متر مكعب وكذا شبكة التوزيع بطول 5 كيلومترات وسيمكن هذا المشروع في مرحلة الأولى من تحسين ظروف تزويد استاكنة هذه المنطقة بمياه ذات جودة عالية عبر شاحنات صهرجية تنفيذا لتوجهات الملكية السامية لتنمية الأقاليم الجنوبية كما تعلمون نظرا للمكانة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية عن سيدنا الله ينصروا يوم المكتب الوطني الكهرباء ومع الصالح للشرب كينهي الأشغال للإنجاز مشروع مهيكل ثاني مشروع في الظرف سنتين بعد الربط الكهربائي بين القندوز والقرقارات اليوم المكتب الوطني الكهرباء والصالح للشرب كينهي مشروع كما قلت مشروع مهيكل وهو محطة لتحلية مياه البحر لتعطي لتعطي القدرة الانتاج يومية 432 متر مكعب يوم نحن سعيدون اليوم لتواجد هنا في القرقارات كنقطة حدودية والتي يندرج ما نقوم به اليوم أي إعطاء الانطلاق لتجسيد مشروع المد بالماء الصلع الشرب في إطار الأنشطة التي نقوم بها في إطار استراتيجيتنا على مستوى الوكالة فيما يخص تأهيل وتعمير المناطق الحدودية وفيما يخص أيضا التعمير البيني وفي هذا الإطار على مستوى نقطة حدودية القرقارات تم كما تعلمون المد المنطقة بالكهرباء حاليا نحن بصدد المد بالماء الصالح للشرب كمرحلة أولى وإنجاز الشبكة كمرحلة ثانية تم استعمال تقنية جديدة لتحليات المياه مع نقص التكلفة الكهربائية وتصفيم الشوائب والأملاح وخبرنا بواحد سيستام جديد المنطقة التي تخفض من تكلفة الفتوار الكهربائية وتعطي مياه شرب صالح الحمد لله نحن اليوم جيد فرحانين في هذه ملاسابة المسيح الخضراء ففتحنا المكن فاصلين فيه فاصلة فيه الساكنة هنا الكثابة والساكنة وكان هنا إدارات وهذا ما غير يحلنا بزاف ديال المشاكل كانت الجماعة محتاجة الحمد لله وحد من يقدم حتى الفريق يفهمت وهي الجماعة كانت محتاجة الحمد لله هذا مشروع كبير الحمد لله غاست من الساكنة والجماعة وعلى هامش الاحتفالات بالذكرى الثامنة والاربعين للمسيرة الخضراء أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي على تدشين وكالة بنكية تابعة لمجموعة بريد المغرب بالقرقرات وتضم هذه الوحدة وكالة بريد بنك وبريد كاش وست مساكن وظيفية ويتوخى من إنشائها بهذه المنطقة الحدودية تقريب الخدمات من المواطنين فضلا عن المساهمة في تحقيق الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتعمير هذه المنطقة من المملكة المغربية هذه الوكالة ستمكن الساكنة من توفير الخدمات البنكية وكذلك الخدمات البالدية وعبر الوكالة بريد كاش ستمكنهم من استلام وإصدار التحويلات الوطنية والدولية كذلك هذه الوكالة ستمكن العضاء القوات المسلحة الملكية التي هم زبناء من الوروج إلى كل هذه الخدمات وأود هنا أن أشيد بعملهم الجبار في هذه المنطقة مشاريع تنموية ما وأوراش كبرى شهدت هاجهة الدخل ود ذهب منذ استرجاعها لحضرة الوطن ساهمت في إشعائها على الصعيدين الوطني والقاري في شتى المجالات ومكنتها من الارتقاء إلى مصافي كبريات حواضر الوطن أعود إلى ضيفي من الداخل سيد سيد أحمد حرمت الله كما تبعنا في التقرير سيد سيد أحمد يعني هي حزمة مشاريع وأوراش تنموية تم يعني إشاؤها عن مستوى المعبر الحدودي قرقلات آخرها يعني بمناسبة الذكرة ذكرة 48 لمسيرة خضراء المظفرة محطة تحلية مياه البحر بهذا المركز الحدودي وكذا وحدة لبنك المغرب تنضاف إلى سلسلة أوراش التي تم يعني إطلاقها بهذا المعبر الحدودي المحطة من المرتقب أن تزود المرتقب بقدرة 432 متر مكعب في اليوم وهذا رقم مهم جدا في نظركم يعني كيف ستتاهم هذه المشاريع في تأهيل المعبر الحدودي قرقلات باعتباره نافذة المغرب نحو عمقه الأفريقي يعني كما هو معهود هذه يعني ترجمة في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية اللي يعطي انتلاق تجارة أمريكا 2015 هذا معبر الحدودي ومهيكل يعني كما هو معبر هناك معبر حدودي طنجة بإطار المملكة المغربية على الشمالها هناك معبر حدودي للقرقلات لجنوب المملكة هذا المعبر هو محور الاقتصاد يعني الإفريقي السلع تبادل تجاري بين المملكة المغربية والقرى الإفريغية يخرج عن طريق الطرق عن طريق المعبر الحدودي يعني القرقلات يعني هو شرايان اقتصاد شرايان كذلك جميع المواد الغدائية والمواد البناء ومواد يعني لجميع الاستثمارات التي توقع في إفريقية توقع عن طريق يعني هذا المعبر الحيوي الهام تهيئته الحضارية توسعته هناك مشاريع التي انطلقت يعني توسيعت المجال الحضاري للقرقلات لأن هناك يعني حاجة ماسة لمجموعة من الخدمات مجموعة من الخدمات فندقية مجموعة من الخدمات بنكية كذلك السكنية الوظيفية هناك ساكنة اللي لا بد من تلبية حاجاتها على صعيد يعني ما هو ماء ما هو كهرباء ما هي طرق يعني خاصة تلشاف الصورة في مجملها تقوية المعبر الحدودي القرقلات هو تعزيز وتقوية للعلاقات المغربية الإفريقية وكذلك لحجمها هذه العلاقات وهذا المعدل التبادل التجاري بين المملكة المغربية والدول الإفريقية في تزاين يعني الحاجات لتطوير هذا المركز الحدودي القرقلات لا بد منه الحمد لله هذا باشحنا المركز الحدودي والتوسيع كبيرة له أمان يعني الأمن شفنا المسيرة التنموية التي توسعت هذا هذا المركز لتقوية الأمن فيه وتقوية كذلك الخدابات فيه لأن الحاجة هي يعني التي تطلب من تقوية هذه المشاريع الضخمة التي أعطت الإنطلاق لها يعني جلالة الملك في إطار البرنامج التنموية سنرى مشاريع ضخمة كذلك كبيرة مستقبلا في إطار توسعة وتقوية الشرايان هذا المعبر إن شاء الله إن شاء الله سيد سيد أحمد حرمت الله رئيس الجمعية الصحروي للتنمية مستدامة وتشجيع الاستثمار شكرا جزيلا كنتم معا مباشرة من الدخل شكرا تعزز قطع الصيد البحري ببجدور خلال السنوات الأخيرة بإحداث عدد من الفضاعات الاقتصادية التي ساهمت في الرفع من رواجي الصيد البحري الذي يعد قاطرة لتنمية الاقتصادية بقطاع الصيد البحري إلى جانب تشغيل أعداد هامة من الساكنة المحرية ريبرتاج مع بريقين عروسي ومحمد شارع إقليم بوجدور سائر على درب التنمية وبوتيرة متسارعة منجزات واستثمارات كبرى حذية بها قطاع الصيد البحري من خلال إحداث الميناء الجديد مشروع يعمل على خلق أنشطة متعلقة بالصيد البحري ورفع من كمية الأسماك المفرغة ولضمان معايير الجودة والتنافسية للمنتوج البحري على الصعيدين الوطني والدولي وكبل منشأ المينائي السوق لسمك من الجيل الجديد بأحدث التجهيزات والآليات الهدفة إلى إعطاء دفع نوعي للنشاط الاقتصادي بقطاع الصيد البحري مجهود استثماري ضخم أهم بالأسس البنيات التحتية والتجهيزات المينائية هو اللي خلنا اليوم نتكلم على قطاع للصيد قائم الذات بل يمكن اعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأفاق مستقبلية وعدا اليوم ولله الحمد فيقليم بوشدور يتوفر على ميناء للصيد هذا الميناء يستوفي الشروط والمعايير الدولية المتعارف عليها سواء تعلق الأمر لسوق للسمك من الجيل الجديد أو مركز لفرز السمك الصناعي أو وحدة لتدبير سناديخ البلاستيكية بالإضافة إلى غرف التبريد والمصانع التلج ووحدات للتزود والعقود مجهودات بذلت من أجل تثمين هذه الثروات السمكية وتطوير القطاع من خلال إحداث المنطقة الصناعية فضاء جديد بمواصفات دولية مكن المستثمرين من تطوير استثماراتهم والمساهمة في خلق مزيد من فرص الشغل لفائدة الساكنة المحلية فيما يتعلق بالوحدتين الصناعيتين هي المنطقة الصناعية الفتحة ومنطقة الصناعية ميتزيد حاليا يعمل بها ستة وحدات صناعية منها وحدة صناعية لتصبير السمك وتشغل كيد عاملة بشكل مؤقت أو بشكل دائم أكثر من ألف يد عاملة أيضا في المنطقتين الصناعيتين هناك ثماني وحدات صناعية التي هي في طول الإنجاز منها ثلاث وحدات صناعية لتصبير السمك وهذه المناطق الصناعية تدخل في إطار الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الصيد البحري وهي استراتيجية اليوتيس لتثميل المنتجات والرفع من كفاءتها وكذلك من أجل تشغيل يد العاملة المحلية لهذا الأسباب أصبح يقلي موجدور وجهة مهمة ومغرية للمستثمرين في قطاع الصيد البحري قطاع الصيد البحري تعزز بإحداث مجموعة من الوحدات الصناعية لمعالجة وتثمين المنتجات البحرية وحدات راعة المعايير الوطنية والدولية وتشتغل وفق نظام حديث ومتطور يستجب لشروط الجودة التي تضعها الأسواق المستقبلة لهذا المنتوج تقنية متطورة تم اتباعها بدقة في معالجة المنتوج البحري تراعي المعايير الصحية المعتمدة في هذا المجال لتثمين المنتوج وتشغل هذه الوحدات الصناعية أعدادا هام من اليد العاملة خصوصا في الفصلات التي تعرف وفرة في المنتوج السمكي تشغيل أزيد من المائتين ما بين نساء ورجال والتي تمتاز بجودة عالية من ناحية العمل والجودة لأسماك والحمد لله تنوصل الواحد الطاقة التي تستوع بها تقريبا 70-80 طن يوميا هذه الوحدة متخصصة في تجميد الأسماك السطحية بإقليم بوجدر ومن بين أهداف هذه الشركة هو تثمين المنتوجات البحرية بالإقليم لمواكبة السوق الدولية وكذلك خلق فرص الشغل لأزيد من 200 شخص مشاريع كبرى وأورش مفتوحة في قطاع الصيد البحر تعيشها مدينة بوجور غيرت من ملامح المدينة وانعكست بشكل مباشر على ساكنتها مشاريع شملت إحداث أقطاب متعددة وتطورات هامة سواء من حيث البنيات التحتية والمجالات الصناعية التي تشغل يد عامل مهمة من الساكنة المحلية رشيد رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية ورقمنا خاصة قناة العيون بتصريح حول الأبعاد الاقتصادية والتنمو لخطاب الملكي السامي بمناسبة البسيرة الخضراء المظفرة الخطاب الملكي هو خارط الطريق حقيقية على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الإفريقي على المستوى المحلي الخطاب صاحب الجلالة تحدث عن تنمية التي تشهد الأقاليم الجنوبية وكذلك يعني تطويرها بشكل كبير من خلال تنمية الاقتصاد الأزرق تحدث صاحب الجلال على أنه يجب أن يكون هناك أسطل بحري قوي أن تكون هناك يعني يعني الإنتاج أو تنقيب على المعادن والمواد الطبيعية داخل البحر تحدث كذلك عن تحلية مياه البحر تحدث صاحب الجلالة كذلك عن إنتاج الهيدروجين الأخضر وعن السياحة بمنظورها المفهومة الجديد والواسع الذي يجب أن يشمل الأقاليم الجنوبية صاحب الجلالة كذلك تحدث عن البعد الإفريقي من خلال تنمية شاملة للدول الساحل نتحدث عن 23 دولة يدع ورهنا إشارتها الخبرات المغربية البنية التحتية المغربية وكذلك العوامل اللوجستيكية من أجل أن يكون هناك تنمية داخل القارة الإفريقية بعيدا عن النزاعات بعيدا عن القوة العسكرية لأنه الأهم هو تحقيق تنمية اقتصادية تحدث كذلك صاحب الجلالة عن أنبوب الغاز المغربي النجيري الذي لم ينحصر فقط على الاستفادة الدول التي سوف يمر من هذا الأنبوب ولكن تحدث صاحب الجلالة عن اندماج حقيقي عن تنمية اقتصادية لدول الساحل أكثر من هذا يعني صاحب جلالة دعا لتكوين مجموعة قوية اقتصادية لدول الساحل وكذلك دعا يعني الدول العالم من أجل أن يعني تنخرط في هذا المشروع الكبير اليوم يعني المغرب يريد أن تكون هنا دولة يعني افريقية تكون قوية منذ عقدين لاحظنا بأن هناك مجهود كبير لصاحب الجلالة من خلال يعني مجموعة من المشاريع إنمائية علاقته بنها مع مجموعة من الدول على أسس رابح رابح واليوم هذا الخطاب كما قلت هو جاء بمثابة خارط الطريق على المستوى المحلي من أجل يعني ترسيخ ما بدأناه في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ولكن هناك اليوم بعد آخر يترسخ وهو تنمية شاملة لدول إفريقية خاصة الدول الأطلسية اليوم يحق لنا أن نقول بأنه اليوم نبني صرح جديد وقوة جديدة بمفغول من جديد هو أن تكون إفريقيا قوية إفريقيا منتجة وإفريقيا مستتمرة وإفريقيا يجب أن تعيش الرفية وهذا ما يسعى إليه صاحب الجنال إلى السمرة التي تواصل بها صباح اليوم برنامج العنشطة والتجينات المخلدة لحلول الذكر الثامنة والأربعي لعيد المسيرة الخضراء المظفرة عامل الأقليم مرفوقا بالمنتخبين وشخصيات مدنية وأسكرية أشرف على تدشين عدد من المرافق والمنشآت الجديدة يطلعون على تفاصيلها يوسف زاواطي ومبرك الباز بالمنشآت وفق تصميم هذه الحمد عملية تجزاء تجزئة تحرص بجميع بجميع وبإقليم وبإقليم إبتدائي أفتاز بمركز الجماعة وبجماعة تيوغزة وفي سياق جهود دعم الخدمات المقدمة لمختلف الشرائح الاجتماعية تدشين هنا لمركز لذوي الاحتياجات الخاصة تدشين مشروع مهم يتعلق الأمر بمدرسة ابتدائية بحي أفتاز هذه المدرسة إن شاء الله التي سوف تعزز وطور العرض المدرسي بجامعة ميرلفت والتي تنضف إلى مؤسسات أخرى مؤسسات عمر الخيام المدرسية ومؤسسات مدرسات ابتدائية بحي تييرت مدرسة الثالثة كما قلنا سوف تعزز العرض المدرسي لانطلاقة الاشتغال بمركز دوي الاحتياجات الخاصة بتيغزة هذا المسروع المهم الذي نهزت تكلفته جز مليون فاصلة تسعة مليون ديال درهم على مساحة مقطة أكثر من 400 متر مربع ويستهدف بالأساس هذا المركز دعم دوي الاحتياجات الخاصة من بناء هذه المنطقة والرفع من قدرتهم الحياتية هذا المشروع أرى كيستقطب ربعات الجماعات كيف جماعة ديالتي غزة ولكن تابع عليه جماعة ديالتان غرفة وجماعة ديالاملو وجماعة ديالأيت عبدالله الحمد لله هرها تم واحد الامتياز سواء في البني ديالو وبجماعة الأخصاص وسعي لدعم وتوسيع الشبكة الطرقية تعطى الانطلاق الفعلية لأشغال توسيع وتقوية مجموعة من المحاور الطرقية وذلك في إطار جهود فك العزل على العديد مناطق الجماعة وتجويد وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وغير بعيد وبجماعة تغيرت منشآة المائية تعطى الانطلاق لأشغل إعادة بنائها على الطريق الإقليمية 1916 نفس الجماعة تشهد تدشين داخلية تأهيلية لدعم التمدرسي بالمنطقة وبجماعة إبض ريوط الوفد الرسمي انطلاقة مشروع تهيئة المراكز الصحية على مستوى الإقليم في إطار تجويد العرض الصحي على مستوى الإقليم تماشيا مع التوجيهات السامية سيدنا اللينسرو بخصوص الحماية الاجتماعية هذه المؤسسات على مستواجهات قلمة ودنون عرفت في الشطر الأول أربعات دي المؤسسات تأهيلية نحن في هذا الشطر الأول لدينا مؤسسة وحدة التي هي المركز الصحي الحضاري المستوى الثاني مع وحدة دي المساجلات القرب بالخصص في الشطر الثاني هناك 19 مؤسسة صحية بما فيها المركز الصحية المستوى الأول والمركز الصحية المستوى الثاني والمستوى الصفة القاروية برامج إنمائية إذن تعزز مصار التنمية المحلية وتدعم الإنجازات المحققة بهذا الإقليم واحتفالا بالذكرى الثامنة والأربعي للمسيرة الخضراء المظفرة نظم بقصر المؤتمرات بالعيون معرض للصور التاريخية التي تؤرخ لأهم الأحداث التاريخية والملحمية في تاريخ المملكة والي الجهاء مرفوقا برئيس مجلس جهة العيون ساق الحمراء ورئيس جماعة العيون وشخصيات مدنية وعسكرية تفقدوا بالمناسبة أرويقة هذا المعرض نظم فضاء المقهى الثقافي بالسجن المحلي بالعيون لقاء أكاديبيا قدم خلاله أو قدم خلال الأستاذ الجمعي رحال بوبريك إصداره العلمي الأخير الذي يتناول قضية الصحراء باعتبارها صناعة استعمارية خالصة للمستعمير الأجنبي سيد أحمد مسيريب والصالح القبي والتفاصيل اللقاء استعرض من خلاله الكاتب مختلف المحطات الرئيسية لقضية الصحراء المغربية حيث بيّن للجميع كيف خلق المستعمير كيانا من فراغ شأنه في ذلك شأن باقي الدول الاستعمارية التي غزت إفريقيا وكيف تم إجهاض كل عملياته من خلال جيش التحرير والمقاومة وصولا للمسيرة الخضراء وتحرير آخر شبر بالصحراء المغربية لبينا هذه الدعوة وكنت مصرور بأن يتوجد في هذا اليوم وفي هذه المدينة بهذه المناسبة لتقديم كتاب الأخير حول قضية الصحراء في أصول صناعة استعمارية وعدت فيه لجذور هذا المشكلة اللي هي جذور استعمارية بطبيعة الحال خلق حدود مصطنعة في بداية القرن العشرين وإجهاض تحرير في 56، 57، 58 ورفض تسليم أو الخروج أو تصفية الاستعمار كما هو الحال في جميع دول إفريقيا وكذلك الدخول في مفاوضات مع المغرب من أجل استرجاع الصحراء وتمديد هذه المشكلة وليتحد فرصة لهذا المستعمر في السينيات وبداية السبينيات لخلق كيان معين في هذه المنطقة وكيف أفشل المغرب هذا المشروع ووقفنا عن محطة مسير الخضراء التي كانت منعطف كبير في وضع نهاية لهذا الاستعمار واستعادة المنطقة في 1975 اللقاء الذي دابت المؤسسة السجنية على تنظيمه خلال كل سنة وبتنسيق مع شركائها في إطار البرامج التأهيلية التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية يهدف إلى تعزيز روح المواطنة لديهم والإسهام في تأهيلهم لإعادة الإدماج الإيجابي خاصة للنزلاء الذين يتابعون دراستهم الجامعية في إطار احتفال الشعب المغربي بالدكرة 48 للمسيح الخضراء المدفرة وفي إطار الأنشيات التفاعلية تنظم المندوبية العامة لإدارة السجن وإعادة الإدماج لفائدة نزلائها تم اليوم بمؤسسة سجنية العيون زوجة تنظيم لقاء أكاديمي فكري يؤطره الدكتور أرحار بوبرايك من خلال تقديمه لمؤلفه الجديد هذا الكتاب الذي يتناول موضوع قضيتنا الوطنية تميز بالتفاعل إيجابي ما بين النزلاء هذه المؤسسة الحاضرين وخاصة النزلاء الطلبة منهم وكذلك النزلاء الذين يتابعوننا عن بوضع بمختلف مؤسسة سجنية إذن هذا اللقاء شكل فؤاد اللقاء الأكاديمي الفكري شكل فرصة أخرى إضافية اعتمدت المندوبية العامة إذا السجن يمكن نزلائها من المشاركة الفعالة في طرح مجموعة من القاضيات تصل بقضيات وطنية وكذلك طرح أفكارهم وتساؤلتهم حولها وهذا ما سمى إلى حد كبير في إغناء النقاش اليوم وكذلك في تفريد هذه الأنشيطة التفاعلية الانظيم والمندوبية العامة لفائدة نزلائها بالمؤسسات السجنية يهدف الاحتفال السنوي بذكر المسيرة الخضراء عبر المقهى الثقافي بالمؤسسات السجنية إلى ترسيخ هذه الذكرى في نفوس نزلاء كما أن استمرارية الاحتفال به يكرس روح الوطنية العالية والاعتزاز بالانتماء إليها بالمساهمة في بناء مغرب يعتز المغاربة بالانتماء إليه ويفتخرنا بتاريخه المجيد مدينة العيون تجني ثمار تقدمها وتطورها التنموي وعربيا فازت مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية بجائزة المدينة المستدامة والمرنة بالمكازي الثاني وذلك ضمن جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة منظمة المدن العربية التي تم إعلان نتائجها اليوم الثلاثاء بمقر مؤسسة الجائزة بالدوحة وجائزة المدن العربية تهدف إلى حث المدن العربية على التجديد والابتكار ارتكازا على الطابع المعماري العربي الإسلامي في العمارة المعاصرة والحفاظ على هوية المدينة العربية وتراثها وصيانة المعالم والمآثر التاريخية وتشيع المهندسين والمخططين العربة للحفاظ على البيئة والتصدي للملوثات وتكريس الاهتمام بالتخضير وتجميل المدن وانتهاج الخطط العلمية في إضفاء البهجة والجمال على المدينة بالعيون دائما وتخلدا للذكرى الثامنة والأربعي لملحمة المسيرة الخضراء المظافرة نظمت الغرفة النقابية للصيادرة جهات العيون الساقية الحمراء يوما دراسيا حول التغذية الدقيقة والأمراض المزمنة اليوم الدراسي أطرهم وتمونه أطباء وتفاصيله رفقة محمد المصطفقية والتوراد البساتي هو يوم دراسي للفيدرالية الوطنية لنقابة صيادرة المغرب والغرفة النقابية للصياد لافره جهات العيون الساقية الحمراء وسلط خلاله الضوء على موضوع التغذية الدقيقة والأمراض المزمنة وهو يوم دراسي ينظم بالتزامن مع تخليد الشعب المغربي لذلك الثامنة والأربعين لما لحمت المسيرة الخضراء المظفرة ما هذا إلا إدماج بين الثقافات العلمية الحيوية في المدينة ونصر لما أتت به المسيرة الخضراء من البغاز إلى الصحراء في هذا الإطار كان طالبه وكان حضره إن شاء الله الواحد المعاهدة التي تكون به الجامعة جامعة الطب والصيدلة والصيادلة ككل من أجل دراسات علمية محظة في إطار اتفاقيات بالنسبة للجهة ككل يقوم الصيادلة صيادلة جهة العيون السقية الحمراء بتنظيم مناظرة حول الأمراض المزمنة ودور السغدية إذن إرسائينا أن هذا الموضوع مهم جدا في إطار في كلية الطب والصيدلة بالعيون كان نحتمو أنه طالب يكون يعرف أنه التغذية شيء مهم جدا في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة هم أساتذة باحثون وأطباء أكدوا خلال مداخلتهم على ضرورة الاتزام بدوابط التغذية الدقيقة للمصابين بالأمراض المزمنة حتى تسل عليهم طرق العلاج وفق نصائح الأطباء وتوجيهاتهم نتمنى أنه هذا الجلسة العلمية تدوز على أحسن حال وتكون إن شاء الله واحد المناسبة باش تكون واحد العلاقة ودية بيننا وبن الغرفة النقابية لصيادلات جهة العيون السقية الحمراء والفيدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب والغرفة النقابية لصيادلات فرع جهة العيون السقية الحمراء لازلت جهودهم متواصلة لتسليط الضوء على طيق العلاج والتغذية للمصابين بالأمراض المزمنة وضمن الأنشطة الفنية المسطرة ضمن الاحتفالات المخلدة لذكر المسيرة الخضراء المظفرة صهرة فنية تم تنظيمها بآسا نتابعه في ربورتاج حافظ مهدار ومحمود الشراكي ساكنة مدينة ياسا كانت على موعد مع فقراتها للأمس الفنية التي تتخلل الأنشطة والفعاليات المخلدة لذكر المسيرة الخضراء المظفرة الفنانة الموريتانية وردى من تهم دفوال حضرت من الشقيقة موريتانية لتقاسم فرحة الذكرى المجيدة مع أبناء المنطقة الذين استمتعوا بجديد الفنانة التي تغنت بأمجاد مسيرة الفتح والنماء والتطور شرفني حتى على أن حضرت لهذا المهرجان اللي أكثر من رائع ماشاء الله مهرجان ليالي زين وكان الجمهورة ماشاء الله جمهور مقبل عليه وكان ماشاء الله في المستوى وشرفني نتمني دائما نعود دائما نحاضر في احتفاليات ومهرجانات في المملكة المغربية الشقيقة موجة تحية خاصة من بلادي بلاد الشنقيط أرض المنارة والرباط الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأشقاءنا وأحبابنا وهنا في الشقيقة المغرب أتمنى دائما نكون في جسر تواصل بيننا معهم دائما لأننا سفراء البلد والفن هو الرسالة التي توصل بين الأحباب وبين الشعوب فرقة تقدى برصيدها الفني وريبيرتوارها الذي يحتفظ بأعمال خالدة يحفظها المغربة عن ظهر قلب أعادت الحضور إلى ماضي مشرق للأغنية المغربية سرحانين بهذه المناسبة الكبيرة التي هي الاحتفالات بالذكرة بالذكرة المسيرة الخضراء ذكرة انطلاق المسيرة الخضراء التي يحتفظ بها الشعب المغربي قاطبة من طنجة حتى القويرة ونحن نجوز من هذا الفرح الكبير وهذا الجمهور الغفير تبارك الله واحد المجموعة من الفنانين ونحن رأيك شفتي الصهراء كيفاش ندازت وكيفاش تجاوب معنا الجمهور فرحانين كان احتفلوا بعيد المسيرة الخضراء حاجة طبيعية عادي الخرش وخالفرد صراحة هذه احتفالية زوينة والذكرة ديانة وكان احتزوا بها وعشة المالك صهرات فنية لابت حماس جمهور غفير حجل الاستمتاع بهذه العروض المميزة التي اضفت شاعا خاصا على الاحتفالية المخلدة للمسيرة الخضراء المضفرة إلى الصمارة وفي غمرة الاحتفالات المخلدة لحلول الذكرة الثامنة والاربعين لعيد المسيرة الخضراء المضفرة كانت ساكنة المدينة ليلة البارحة على موعدين مع صهرية فنية كبرى احيتها مجموعات وطنية والمجوم الغناء والموسيقى المغربية مواد الصهراء شدت اليها جموعا غفيرة من الساكنة المحلية التي تفاعلت مع احدث العمال الفنية المعبوضة بصهرة المسيرة الخضراء المترجمات weekend اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لملاعب القربة بحضور ولجهات العيون الساقية الحمراء وعدة شخصيات مدنية وعسكرية احتفاعا بذكر البسيرة الخضراء وكانت فرصة للفتيان السغال لإظهار مهارتهم الكروية وسط أجواء احتفالية والمزيد من التفاصيل في ربورتاج محمد فتاح وبجمع الزاوي القاعة المغطاة الجديدة بالمدينة العيون كانت على موعد مع الببارة النهائية لكأس المسيرة للفئة الصغراء بعد إجرائها بملاعب القرب دامت عدة أشهر وهي تلتأم هذه الفئات من أجل تقديم طبق كروي تحت إشراف أطهر وكفاءة محلية والكل أدى دوره من أجل إنجاح هذه التجربة الرائعة والرائدة بتشجيع الفئة الصغراء بممارسة ومغازلة المستديرة الصغيرة والأكيد على أنه مثل هكذا مبادرات تعطي أكلها في المستقبل القريب وأكدت من خلالها هذه الفئات عن علو كعبها وتقديم طبق كروي للمتتبعين هذا النشاط يدخل في إطار البرنامج عام ديال الملاعب القرب لكي ينشطوا الأحياء خلال السنة وهذا جاء في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرة 48 لعيد المسيرة الخضرة وكانت مشارك جميع الملاعب دول الجماعة اللي مرقت اليوم النتيجة هو جوج أربع ديال اللحية اللي كي يضمس 2009-2010 وال2011-2012 وهذه النشاط في شراكة على وكالة تنمية 211 لقالم الجنوبية اللي كانت تعطية ديالها مهمة الحمد لله على هادش اللي كي ديرونا وكيهشموا بينا كيعطيونا الملاعب بالمجان وكيهشموا بينا وبالرياضة ديالنا والدراسة كنتش مننا يزيدوا يكملونينا في هاد الأشياء اللي كي ديرونا كنبغي نشكر جماعة العيون على تنظيم الزويل هاد البطولة ديال فورق الأحياء كنتش مننا لهم يعاودوا بحال هاد البطولات باش يشجعون احناين بنو الموايب ديالنا تعددت الأنشطة الرياضية المنظمة بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء حيث أشرف الوفداء الرسمي برئاسة والي جهة العيون الساقية الحمراء على فعاليات هذه الدورة الخاصة بالفئة الصغرى والتي أكد من خلالها اللاعبون عن فرحتهم بمثل هكذا تجيع ومساندة وكذلك على أن مدينة العيون تتوفر على بنية تحتية كبيرة ومواهب كروية يمكنها إبراز مؤاهلاتها والتأكيد على علو كعبها في المستطيل الأخضر وكذا في القاعات والأداء الكبير لهؤلاء اللاعبين إلى جانب الحكام هو بداية لقطف ثمارها في المستقبل المنظور تفاصيل وشديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غدين طي تقرير الزميل محمد نورا نستهل قراتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غدين الأربع من يومية الأخبار وكتبت أكد جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه ليلة أمس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء أن المغرب يواصل مسيرة التحديث والبناء في الأقاليم الجنوبية مشيرا إلى أن الدبلوماسية الوطنية مكنت من التصدي لمناورات الخصوم الظاهرين والخفيين ونوها إلى ضرورة الحرص على استكمال المشاريع الكبرى بالأقاليم الجنوبية وتعزيز البعد الأطلسي من خلال تقوية الواجهة الأطلسية وتنمية اقتصاد بحري مع دعم الطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق ودعم تنمية السياحة الساحلية الجنوبية موضحا أن الواجهة الأطلسية الأفريقية تعاني من مشاكل التنمية رغم ما تزخر به من مؤهلات وطاقات وثروات طبيعية السياق ذاته أعطى جلالة الملك محمد السادس في خطابه الذي وجهه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمأسيرة الخضراء تعليماته لتأهيل الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية مؤكدا أن استرجاع أقالي من الجنوبية مكن من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي للمنواراتي الخصوم المكشوفين والخفيين صحيفة برلمان كومال إلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية أكد هيرنان أولانو والعميد السابق لجامعة نيكوكا الكولومبية أن رؤية الاندماج العابر للقارات التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس تهدف إلى خلق فضاء للتواصل الإنسان والتكامل الاقتصادي بين ضفتي المحيط الأطلسي وتعليقا على الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء أكد هيرنان أنه من كولومبيا ننظر باعتزاز كيف يطرح الملك محمد السادس رؤية الاندماج العابر للقارات من خلال البحث عن مساحة مشتركة بين ضفتي المحيط الأطلسي حيث يرغب جلالته في تحويل علاقات الجوار إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع الدولي وشدد أولانو على أن كولومبيا اعتبرت المغرب دائما بوابتها نحو القارة الإفريقية وكذلك يتعين علينا أن نعتبر أننا يجب أن نكون المستفيدين من التنمية في مجالات الصناع والسيارات والطاقة والخدمات التي تقودها المملكة المغربية يومية الأحداث المغربية كتبت في افتتاحية عددها الصادر يوم غدين للأربعاء لاعتزاز بقيم المغرب البحث عن مشترك يوحد الإنسانية رؤية استراتيجية متطورة لإفريقيا في علاقتها بالعالم جعل الواجهة الأطلسية الإفريقية عنوان التقاء كل الشركاء الراغبين في تنمية بلدانهم وشعوبهم التنويه بدور القوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية والإدارة الترابية وكل القوى المدنية الحية في بقاء المغرب قادرا على إشهار استثنائه النابع وسط عالم يعج بكثير من التطورات غير المسبوقة ولا المتوقعة التي تهدد بخلخلة كثير من الأشياء في خطاب ذكرى المسيرة الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة المغربية لإثنين الأخير كانت النبرة واضحة وغالبة على ما عداها الاعتزاز بالمغرب والمغاربة وتقديم قيم تمغربية التي صنعت من هذا البلد ومن هذا الشعب ما هما عليه صحيفة هايس بريسا الالكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية في خطوة خطيرة وغير محسوبة العواقب أطلقت المنظمة الإرهابية البوليساريو التي تتخذ من الأراضي الجزائرية مركزا لعملياتها الإجرامية مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة الصمارة الواقعة بالنفوذ الترابي لإحدى أبرز جهات الصحراء المغربية عشية قرار مجلس الأمن الأممي الصادر في نهاية أكتوبر الماضي حول قضية الصحراء المغربية واستهدفت الميليشيات المسلحة التابعة للمنظمة الإرهابية البوليساريو أهدافا مدنية وأحياء سكنية بمدينة الصمارة المغربية بعد فشلها من استهداف المواقع العسكرية التي ترد بقوة وحزم على كل تهديد للتراب الوطني ويعتبر المنتظم الدولي أن استهداف المدنيين بصورة متعمدة أو تنفيذ هجمات ضد المناطق السكنية والمنشآت المدنية والمدارس والمستشفيات جرائم حرب جسيمة وأكد عدد من النشطاء الحقوقيين والجمعويين أن الجزائر تستغل المنظمة الإرهابية البوليساريو من أجل زعزعات استقرار المملكة المغربية وخاصة في أقاليمها الجنوبية موضحين أن الجزائر هي المتورطة الأولى في جريمة استهداف المدنيين بمدينة الصمارة المغربية وبعدها بعض الدول التي أصبحت تشكل خطرا وتهديدا على السلم والأمن العالميين محملين المسؤولية في جريمة الصمارة إلى النظام العسكري الجزائري ودميته المنظمة الإرهابية البوليساريو وأوضح النشطاء أن عناصر المنظمة المذكورة تستغلهم الجزائر لإخفاء مشاكلها الداخلية والتغذية على جرائمها الإنسانية ضد شعب القبائل الذي يطالب بتقرير المصير والاستقلال مشيرين إلى أن الجزائر تسقط في كل مرة في تناقض لا تحسد عليه ويجعلها منبوذة من قبل الدول العظمى من خلال تصنيفها قادت حركة استقلال القبائل بالإرهاب مقابل دعمها للمنظمة الإرهابية الحقيقية التي أصبحت تحتضن عناصر إرهابية وترسلهم إلى مناطق الصحراء والساحل وأوروبا وفق تعبيرهم والآن نصل إلى الورقة الخاصة بأحوال التقس المرتقبة خلال 24 ساعتنا القادمة بحول إدها حيث ستظل الأجواء مستقرة بالمنطقة مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم مقاييس درجات الحرى نستيدها من العاصمة الربواط ومن المتوقع أن تسجل 19 مئويا 20 بالطنطان 28 بالزاك 29 بالصمارة 30 بالعيون 26 ببجور 24 بالداخل 29 بأوسر 24 كذلك ببجور بالنسبة لحالة البحر على الطول السواحل الجنوبية للمملكة سيكون قوي الهيجانة وعلو الموج سيصل إلى 4 أمتار والنصف بحول الله تعالى شروق الشمس قد يحاول الله تعالى مدينة العيون سيكون على الساعة الثامنة والدقيقة السابعة أما هروبها فعلى الساعة السابعة والدقيقة الخامسة مقاييس درجات الحرارة ببعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا 26 بيتندوف 34 بالربوني 30 بالمقشوط 36 من المتوقع أن تسجل بالعاصمة المالية ضمق إلى التذكير بالعروين الخطاب السامي الذي وجه صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء يعد بمثابة إعلانه عن رؤية جيوستراتيجية جديدة من أجل إفريقيا جلالة الملك دعا في هذا الخطاب إلى وضع استراتيجية بحرية من أجل اندماج إفريقي في الفضاء الأطصي وجلالة الملك يعتبر أن المشروع الاستراتيجية لأمبوب الغاز المغرب نيجيريا مشروع للإندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي وتابعنا ضمن النشر من القرقلات إعطاء الانطلاق لتشغيل محطة تحلية مياه البحر وتشين وحدة تابعة لمجموعة بنك المغرب وتابعنا ضمن مواد النشر صارة فنية بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضرائي المظفرة تتمنى لكم تحية الطاقمين الصحفي والتقني المشرفين على هذه النشرة المباشرة من قناة العين قطية بالمناسب والسلام عليكم شكرا